أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي أهلا بكم في درس جديد لمدة اللغة الإنجليزية بعنوان Welcome to my home Let's start our lesson Sign ومعناها إشارة Is a mark or shape that always has a particular meaning إشارة أو علامة أو شكل بكل معنى محدد زي مثلاً ما لقي إشارة مكتب فيها كده معناها No parking here أو ألاقي إشارة عاملة كده معناها Sign for electricity إن فيه هناك كهرباء ضغط عيل Like this one Drone طائرة بدون طيار An unnamed aircraft or ship that can navigate without human control Or beyond line of sight يقول لهم دي ممكن تكون aircraft يعني طيارة أو نوع من أنواع السفن بتقدر إنها تتحرك من غير تحكم الإنسان فيها من غير ما يكون فيها طيار أو يكون فيها اللي هو قائد الملكة القبطان وبتقدر تروح لأماكن أنا ما قدرش أروح لها بالطيارة العدي Like this This is drone Electric car سيارة كهربائية Is a car that is propelled Propelled meaning pushed Buy one or more electric motors using energy stored in rechargeable batteries بقولي إن دي عربية بتدفع بقوة مطور كهربي يعني مش بتمشي بالبنزين بتحرك عن طريق الطاقة الكهربائية طب بتستخدم الإنرج دي الطاقة اللي تحتاجها بتكون فين؟ بتكون مخزنة في بطاريات قابلة للشحن charge يعني يشحن able يعني قابل re يعني تي حاجة بتحصل مرتين يعني ما قول re chargeable يعني قابل للشحن كزا مرة زي ما قول play اللي هي يلعب preplay معناها هي عادة do يفعل redo يعني الحاجة مرتين let's move to the next slide robot إنسان إلي any automatically operated machine that replaces the human offered though it may not resemble human beings in appearance or perform functions in a human like manner يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بقول اي اداة اي اداة عندي اي مكانة بتعمل بطريقة أوتوماتيكية بقدر ابدلها بالمجهود الإنساني يعني حاجة dangerous work مثلا فانا البناء ده مقدرش يعملها بطريقة مباشرة فهيجيب حاجة اسمها الربوت الربوت ده بيقدر يقوم بالجهد الإنساني في نفس الوقت ممكن ما تكونش شكل الإنساني يعني مش لازم الربوت الإنساني القالي يكون شكل إنساني لأ ممكن تكون مكانة عادية جدا وبس تكون بتعمل dangerous work أو بتعمل العمل الإنساني بنفس الكفاءة like this one solar panels الألواح الشمسية are those devices which are used to absorb the sun rays and convert them into electricity or heat like this one بتعمل إيه solar panels دي بتنتص أشعة الشمس وتقوم بتحولها لطاقة قهربائية أو حرارة يعني نستخدمها في توليد الطاقة كهربائية أو توليد الحرارة wind turbines توربينات الرياح is a device that converts the wind's kinetic energy into electric energy هي أداة بتقوم بتحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية like this one اللي احنا بنسميها طواحين الهوى بتتحرك بالهوى وتبدأ تحرك تربيز التربيز دي بتدار تولد طاقة كهربائية lesson to an interview with an architect دينا حسن which three sentences does دينا say about her house of the future هنا بنعمل interview زي بمقابلة كده مع مهندسة معمارية اسمها دينا حسن let's start presenter hello welcome to podcast homes of the future today we have a special guest دينا حسن she's a famous architect hello دينا اللي بدأ هنا الانتربيور بيقول لها hello welcome to podcast podcast معناها بث صوتي يعني تسجيلات بتتسجل وتترفع على الانترنت عشان اي حد يقدر يشوفها في اي وقت عنوان البودكاست اسمه homes of the future يعني البيوت في المستقبل بدأ يتكلم عن الضيفة بتاعته النهاردة special guest يعني الضيف خاص اسمها دينا حسن مين دينا حسن؟ هي مهندسة معمارية مشهور دينا hello interviewer what does an architect do؟ بيقول لها هنا بعد ما هي قيته أهلا بيك فسألها قال لها ايه عمل الاركتكت؟ بيشتغل ايه الاركتكت؟ بيعمل ايه؟ دينا وال I design buildings such as houses or schools I think about what materials to use and I draw pictures of it بدأت هنا تشرح الاركتكت بيعمل ايه؟ بتقول I design buildings انا بصمن المباني زي ايه المباني دي؟ البيوت والمدارس وهي كمان بتفكر think هنا مش معناها يعتقد معناها يفكر بتفكر في ايه؟ المواد الخام المناسبة للبيوت دي وبتبدأ ترسم صور لها interviewer what are you designing at the moment؟ بيقول لها انتي حاليا بتصممي ايه؟ at the moment هنا بتيجي مع زمن اسمه present continuous يعني ايه present continuous؟ يعني مدارعة مستمر المدارعة مستمر ده بيتكلم عن حدث في نفس وقت التكلم فهو بيقول لها حاليا في الفترة الحالية دي designing ايه؟ or you designing I'm working on a project for houses for the future they will be about different to our houses today بدأت تكلم عن المشروع اللي بتشتغل فيه دلوقتي هو اسمه بيوت في المستقبل او المنازل في المستقبل بتقول ان البيوت في المستقبل الى حد ما مختلفة عن البيوت دلوقتي interviewer in what ways will they be different هنا بيسألها بيقول لها يتبقى مختلفة ازاي دينا well I think we will need more gardens in the future but there won't be much space the garden will be on the roof بتقول له هنا بقى think هنا معناها اعتقد انا اعتقد ان احنا هنحتاج حضاء اكتر في المستقبل تبقى عايزة gardens اكتر في البيوت بس المشكلة مفيش مساحة space هنا معناها مساحة تب و space ممكن تيجب معنا ايه تاني space ممكن تيجب معنا الفضاء بس هنا بيقول there won't be much space يعني مش هيبقى فيه مساحة كبيرة the garden will be on the roof تفكرت ابنها تحط ال garden دي على سطح البيت interviewer a garden on the roof great بيقول لها هنا الحديقة تبقى على سطح البيت بشيء عظيم دينا and i think people will all use electric cars in the future so there will be charges for each car next to the house بدأت تكلم عن حاجة تانية بتقول ان الناس هنا هيستخدموا العربيات الكهربائية في المستقبل طيب بما ان العربية هنا electric cars واحنا قلنا they need charges عايزين شواحن فبتقول ان الشواحن هنا كل بيت هيبقى جنبه شاحن العربية how will people get their electricity طيب الناس هيجيبوا الكهرباء بتاعتهم من مين there will be lots of solar panels and a wind turbine they will make the electricity قالتلو هيبقى فيه solar panels اللي هي الواحي الشمسية wind turbine اللي هي مولدات الكهرباء عن طريق الهواء وهقدر بالسورة البالنز ووين توربين اقدر اعمل كهرباء great what else will be different in 2050 اي تاني هيبقى مختلف في سنة 2050 كان في سؤال هنا بيقول لي فيه three sentences بيتكلم عن بيت اللي بتقترحوا دينا in the future what are the three sentences number one there will be gardens on the roof number two there will be charges next to the house number three there will be lots of solar panels and wind turbine to make electricity دينا well I think there will be robots to do all the housework interviews fantastic well people use drones هنا بتقول له انا اعتقد كمان ان هيبقى فيه رابوتس انسان عالي بيعمل كل شغل البيت ناخد بالنا ان فيه حاجة اسمها housework وhomework اول حاجة عايز اقولها ان housework is a one word مفيش فرق في النص كلمة واحدة housework ودي معناها الاعمال المنزلية الطبخ والمسح والتنظيف دي اسمها housework انما homework معناها الواجب المنزل اللي هو انا باخد حاجات في المدرسة واطبق عليها في البيت ودي هناك two words home لوحدها وwork لوحدها عشان كده بنبعمل الاختصار بتاعها بكتب HW H for home and W for work تمام نرجح هنا لما هي اقترحت عليه ان يبقى فيه انسان عالي بيعمل شغل البيت قال لها fantastic بشيء رائع بدأ يتقل بقى عن الدرونز وقلنا الدرون اللي هي الطائرة بدون طيار yes I think drones will bring food and parcels to the house بتقول له ايوة طبعا اعتقد برضو انه بقى فيه drones الطائرات دي هتعمل ايه هتجيب الاكل وزي البريد كده اللي هي الطرد حاجات بتتبعت عن طريق الميل to the house interviewer what materials will the house be made of بدأ هنا يسأل عن المواد الخام اللي هيتصنع منها البيت we will use plastic bricks that are very strong we will also use a lot of glass and metal look here is a picture of what it will look like هنا بدأت تقترح مادة خام جديدة اسمها plastic brick اللي هو الطوب المعمول من بلاستيك وقالت انه هو يبقى قوي جدا وهتستخدم كمان فيه glass اللي هو الازاز والمعدن هتقول له هنا بص كده دي صورة لشكل البيت هيكون ازاي في المستقبل interviewer oh it's beautiful thank you very much دينا for talking to قال له الله دي شكلها يبقى حلو جدا شكرا جدا يا دينا انك تكلمت معي vocabulary last podcast podcast فكذلك لما تكلمنا عن podcast وقلنا معناه تدوين الصوتي او البث الصوتي a broadcast that is placed on the internet for anyone who wants to listen to it or watch it بس 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 يعني ايه يعني مادة علمية او مادة ثقافية او مادة طرفيهية مكانها بعد ما انا بسجلها او بعملها برفعها على الانترنت لاي حد حابب يشوفها لو هي فيديو او حابب يسمعها لو هي تسجيل صوتي architect مهندس معمالي a person who designs new buildings and is responsible for how they are built المهندس معمالي هنا بمسؤول عن حاكتين اول حاجة تصميم المبنى وتاني حاجة مسؤولة عن كيفية من ايه charge اللي هو الشاحن a device that is used to recharge a battery احنا اتفقنا على ري وقلنا دي حاجة اسمها prefix يعني ايه prefix يعني كام حرف كده بتحطه قبل الكلمة عشان اقول انها بتتعدين prefix a device that is used to recharge a battery ادابة استخدمها لاعادة شحن البطارية parcel الطرود an object or collection of objects wrapped in paper especially so that it can be sent by post بقول هنا ده شيء او مجموعة من الاشياء wrapped معناها ملفوفة ملفوفة في ورقة وناخد بلنا هنا من wrapped الw followed by r هنا الw بتبقى silent زي من قول write زي من قول wrong يبقى w followed by r w is silent يبقى هنا wrapped in paper especially so that it can be sent by post يبقى خصوصا هنا تقريبا معظم الاوقات بعمل ايه في الparcel ببعتها عن طريق البريد future with well هنا هنتكلم عن زمن المستقبل باستخدام will we normally use well to speak about the future it's always combined with another verb بيقولي ان انا عادة بستخدم will عشان اتكلم عن المستقبل بس well لازم تكون جاية مع فعلتين يعني اقول well play play well and another verb since well is classified as a model verb like can would could should it has the same characteristics will هنا من الافعال الناقصة في اللغة الانجليزية زيها زي كان و would و could و should لها نفس الخصوص اللي هي ايه it does not change in the third person يعني well هي well مع they مع we مع هي مع اي حد كل pronouns معاه هي اسمها well ما بتتغيرش it is always combined with another verb in the base form يعني هنا بيجي معها فعل تاني في الbase form يعني في الانفرات ما ينفعش اقول well played لازم اقول well played زي do we don't use it with do in questions or negatives ما ينفعش اقول do well ولا كان معاها برضو do ما ينفعش اقول do can ما ينفعش اقول do could يبقى كل المودل verbs ما ينفعش يجيب قبلها do لا في ال questions ولا في ال negative examples of well هنا هياخد امثلة لو well I will go to the cinema tonight بيقول هنا ان انا هروح السينما النهارده he will play tennis tomorrow بقول هنا هو هيلعب تنس بكرة she will be happy with her exam results هي هتكون سعيدة بنتاج الانتحان وناخد بلنا مع I مع he مع she انا مغيرتش هنا شكل الول they will take the bus to the house next week هما هيستقلوا البس هياخدوا البس للجنوب الاسبوع القادم هنا برضو they ما غيرتش شكل وال when to use well بستخدم وال امتة we use well in the following circumstances بستخدم وال في الحالات دي number one four things that we decide to do now rapid decisions قرارات سريعة يبقى انا بستخدم وال مع الحاجة اللي قررت انعملها دلوقتي قرارات سريعة زي ايه this is when you make a decision at that moment انت خدت قرار وهتنفزه في نفس اللحظة I'll call a taxi for you انا حالا هنديلك taxi I'll answer the phone التليفون فانا مش حاعد افكر ارد ولا مردش طبيعي هرد على طول يبقى ده اسم rapid decision I'll answer the phone هرد على التليفون دلوقتي when we think or believe something about the future حاجة اسمها production يعني ايه production يعني بتنبأ لما باعتقد او باامن ان حاجة هتحصل في المستقبل زي ايه this can be based on personal judgment or opinion بقول هنا ان اعتقاضي ده ممكن يكون معتمد based on معتمد على ايه حكم شخصي او رأي I think you will find the movie interesting انا اعتقد ان انت هتلاقي الفيلم ده يعني مصير بالنسبالك او جزاء انا هنا حكمت على حكمي انا الشخصي ممكن حاجة تاني يشوف نفس الفيلم وما ياجبوش number three to make an offer promise or a threat يعني ايه offer بارد على حد اني اعمل حاجة promise بوعدو اني اعملو حاجة او threat يعني بحددو بحاجة you look tired I'll finish the dishes for you بتقوله هنا انت شكلك تعبيني خليك انت وانا هعمل لك لطبا d a offer negative sentences with well هنا انا عايز اعمل بقى شكل negative مع well in the negative we add not to the end of well and not to the main verb يعني انا هنا مش بقول well play not ده كده incorrect ام الاس صح هقول want اللي هي نفسها well not play to make negative we add not to the end of well بحط not مع well i will not be in the office tomorrow دي كده صح انا مش هبقى موجود في المكتب بكرة طب ولو قلنا هنا i will be not in the office هاي بقى كلامنا صح ولا غلط لا تمام ده غلط ليه عشان احنا اتفقنا not comes at the end of well وناخد بلنا كمان ان well not الاختصار بتاعها اسمه want w o n apostrophe read and encircle the correct words مطلوب مني هنا اني هقرأ وهعمل circle علي الكلمة الصحيحة هتكلم هنا عنه دايزون دمون يعني ايه هل دايزون دمون يعني الرحلات لسطح الامر تب تفتكروا دي حاجة حصلة دلوقتي لا it's in the future طيب تمام دي هنا نحطها في ايه يعني ايه production يعني بتنبأ انا بس بقول اني ممكن تحصل رحلت على الامر in twenty eighty you will or won't go to the beach for your holiday في سنة الفين وتمالين in the future يقولك هنا انك مش هتروح في الاجازة للشاطئ مش هتروح want you will go or goes to the moon احنا اتفقنا well is followed by the you will go to the moon there will or won't be rockets that leave earth everyday طيب انا هنا اتفقنا اننا هروح على سطح الامر طيب عشان نروح على سطح الامر هيبقى فيه rockets ولا مش هيبقى فيه they're well be rockets that leave earth everyday and the journey take or talk only twelve hours والرحلة دي هتاخد اتنشر ساعة take they will or won't be very fast عشان اركب روكت وروح بالي الامر في اتنشر ساعة هيبقى سريعة ولا مش سريعة they will be very fast driveless car driveless car يعني عربية مش تحتاج حدي سؤال in twenty eighty people well or won't drive a car احنا اتكلمنا فوق هنا عن driveless يبقى well or won't want to drive a car we will all have a driveless car كلنا هيبقى عندنا عربيات محدش بيسقها they will be safer and there won't be any or some accidents انا هنا بقول مش هيبقى فيه حوادث مادام نيجاتيب we will use what any students well read or read the book or watch tv when a computer in the car drives them to school اتفقنا ان well هيجيب عدها infernative form يبقى students well well read a book or watch tv طب هنا احنا قلنا لندي driveless car يعني مفيش سواقل العربية تمام ايه اللي بيسقل العربية عندي هنا computer computer تمام زي اول حاجة تاني حاجة الطلاب وهم رايحين للمدرسة الصبح والعربية موصلهم للمدرسة الصبح they will read a book هيقرو كتاب او هيتفرجوا على التلفزيون ناخد بلنا بقى هنا من how to say a year انا بقول هنا الفين وتبانين in english هقسمها لجزئين هقول twenty eighty طيب لو قلنا nineteen او تسعمائة وسبعين هقرأها ازاي nineteen seventy three let's read this one الفين وثمانية هنا هقولها ازاي twenty eight لأ هقول two thousand and eight two thousand and eight now we have come to the end of this lesson goodbye everybody and we will soon meet again to start a new lesson والآن وصلنا عزيزي الطلاب لنهاية هذا الدرس وإلى اللقاء قريب مع درس جديد